خلوني أبدأ مع حضراتكم بأهمية فوز النهاردة بعد إذن حضراتكم يعني وده رأيي ولكن أنا لن أجادل مع أحد في رأيه أنا بتكلم عن رأيي في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه ضغطة أو في مثل ضغطة المباريات اللي إحنا شايفينها محدش يقول لي أصل الأداء أصل الملعب أصل الجمهور أصل مش عارف إيه أنا في مثل هذه الأمور كل اللي همني ثلاث نقط ليه؟ أنا في المركز الأول واللي بعدي في المركز الثاني بعدي بعيد عني بعدد كافي من النقاط ولسه عندي 18 مباراة والثاني اللي بعدي عنده لعب 20 مباراة وبالتالي لما أجأتكلم آه إذا كان هناك الأداء سيء بسبب بعض الأسباب اللي حتى مستر كولر قالها وكذا وكذا لكن أنا شخصيا ما بفكرش بهذا الشكل أنا بفكر لأنه نفس التوقيت ده السنة اللي فاتت في نفس هذه الظروف كل اللي أنا كنت عايزه إنه نكسب أنا كراجل أهلاوي كجمهور أو بعض الجمهور ده رأيي يعني إن أنا مش عايز أنظر لحاجة دلوقتي أنا عايز أنظر لإيه؟ لتلات نقط بعد كده نبتدي نشوف رفاهية أو الموضوع يمشي إزاي وجهة نظر برضو معرفش قد يتقبلها البعض وقد لا يتقبلها البعض أنا ما عنديش أي مشكلة دائما ولكن أنا دائما بحب أتكلم مع حضراتكم باللي في قلبي لأنه لعيبة مجهدة ولعيبة تعبانة ولعيبة عندها إصابات كثيرة جدا ولعيبة عندها مباراة يوم السبت القادم بتفكر فيها هي مباراة المفتاح في المجموعة وبالتالي عدد كبير من النقاط اللي بيبقى في دماغ اللاعب علشان يلعب عايز يكسب عايز ياخد تلات نقط وفي نفس الوقت بيفكر في يوم السبت اللي جاي هعمل إيه؟ النادي الأهلي وفر طيارة خاصة هتسافر مع النادي الأهلي لجنوب أفريقيا ثم إلى القطن الكاميروني الطيارة هتودي اللعيبة لغاية جنوب أفريقيا وتسافرهم بعد كده للقطن الكاميروني بعدين تجيبهم وترجع على طول بعد مباراة القطن الكاميروني وبالتالي أنا كدارة عملت كل اللي علي أنا كلعيبة بفكر في حاجة واحدة بس إزاي إنه نكسب أنا كجمهور وده الدور اللي دايما بيقوم بيه جمهور النادي الأهلي وهو السند والدعم المسندة والدعم في كل شيء نهار ده ماتش خلاص خلصنا كسبنا ثلاثة نقاط هو ده اللي أنا أقدر بيني وبينكو يعني أنا ده اللي أنا هتكلم فيه إن أنا كسبت ثلاثة نقاط مين كويس؟ مين لسه هيجي؟ ومين جاي ومين هيكسب ومين مش عارف إيه والكلام ده كله كلام حلو وجميل بنقوله ولكن ثلاثة نقاط لإن أنا عارف إن فرقتي أو أنا أثق في فرقتي إن هي هتوصل للتوب ليفل بتاعها بس لما تلعب في ظروف عادلة لما تلعب في ظروف عادلة مش إن أنا ألعب كل ثلاثة يام مباراة ويعني أنا النهاردة لعبت المباراة بكرة الصبح السفر الساعة 2 الدهر يعني أبقى في المطار الساعة 11 الصبح هروح جنوب أفريقيا 8 أو 9 ساعات أنا متأكد إن هؤلاء اللاعبين عندهم أكتر من كده مليون مرة مليون مرة ده الأساس اللي أنا بتكلم عليه فمش فارق معايا النهاردة اللي كان فارق معايا إن أنا أكسب الثلاثة نقاط بغض النظر عن أي شيء آخر هو ده اللي أنا بتكلم فيه هو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه دايما مع حضراتكم لأنه هذه الفترة صدقوني يعني أنا لعبت شوية وكنت لعب سابق وعارف اللي أنا بقوله لحضراتكم ده صعب جدا 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 الانتقال والتفكير الكتير وإن أنا عايز أكسب كل المباريات وإن أنا ضغط نفسي هما اللعيبة اللي ضغطوا نفسهم آه بإن إحنا اتغلبنا أول مباراة من الهلال وتعادلنا تاني مباراة مع ساندونز على أرضنا ولكن في الآخر هنلعب أنا بشر هفكر في اللي جاي إزاي أو بلعب النهاردة مباراة بس اللي جاي شاغل جزء كبير من تفكيري ده اللي أنا شفته النهاردة فيه مباراة اليوم بعيدا عن الفنيات اللي هنتكلم عنها ومين كان كويس ومين لعب ومين ملعبش ومين جري ومين مجريش والكلام اللطيف الحلو ده هنقوله ولكن يعني حتى مستر كولر نفسه قال لك المتشاط اللي زي ده أنا المهم أكسب موسيقى شكرا